الأستاذ عبدالله العروي مفكير وروائي مغربي وعربي له مكانة معتبرة في الصحة التقافية المغربية والعربية والعالمية زوج منجزه ما بين الأداب والتاريخ والفكر ولا يمكن الحديث عن مظاهر التحديث والتنوير التي عاشها المغرب بدون الإشارة للدور البارز الذي قام به المؤرخ والمفكير عبدالله العروي في حياتنا المعاصرة فعلا استيقضنا صباح هذا اليوم على هذا الخبر المفجع والحزين تولت الاتصالات الهاتفية من مختلف أرجاء المعمور تستفسير عن هذا الخبر هل هو صحيح أم خبر زائف لعلمكم هذه المرة الثانية التي يثار فيها موضوع وفاة الأستاذ عبدالله العروي في المرة السابقة تم تكذيب الخبار وتبين بأن الأمر لا يتعلق به لا يتعلق بأستاذنا ومؤرخنا ومفكيرنا الكبير عبدالله العروي بل يتعلق بشخص آخر ربما له نفس الإسم اليوم حصل نفس الشيء وداع الخبر كما يقال مثل النار في الهاشيم وتنقلته وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية التي للأسف لم تتحرى الصدق ولا تعتمد المهنية ولا تعتمد أخلاقية المهنة وهكذا كأن هناك رغبة لدى الإنسان المغربي وربما احتلد الإنسان العربي بمحو كل ما هو جميل في حياتنا إذن الخبر زائف نتمنى من الله تعالى أن يطيل عمر أستاذنا أستاذنا ومفكرنا وأذبنا العبدالله العروي وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يطيل عمره وأن يواصل عمله ومنجزه الهام في الحياة التقافية المغربية كمفكر رائد وكمؤرخ قدير وكرواي لأنه من المعلوم أن المجالات التي عمل فيها أستاذ عبدالله العروي متنوعة ومتعددة وكل أعماله كانت نقط مضيئة في حياتنا التقافية كما قلت إذن مثل هذه الأخبار الزائفة يجب أن تتوقف في مشاهدنا الإعلامي ويجب أن يعود إعلامنا أو بعضه على الأقل إلى جادة الصواب وأن يعتمدوا المهنية والاحترافية وأن يتيقنوا من الأخبار التي تريد عليهم خاصة عندما تتعلقوا بأشخاص من حجم الأستاذ الدكتور المفكر عبدالله العروي من حجم قيمته الأدبية والتاريخية والفكرية والروائية ويجب أن تتوقف أكثر هذه الرغبة في قتل كل ما هو جميل لأنه منذ أيام سمعنا كذلك خبراً زائفاً يتعلقوا بأدونيس أنه مات في وقت سابق في حياتنا التقافية والفنية كل مرة كنا نسمعه عن وفاة فنان أو اسم جميل نعتز به في حياتنا وله مكان في وجداننا وذاكرتنا يجب أن نتوقف عن قتل كل ما هو جميل ويجب أن ننتصر للحياة والمهنية والاحترام شروط العمل الصحفي الأساسية اليوم وباتت ملحة في الحياة الإعلامية والتقافية المغربية سيد أخر سؤال سيد قادري كيف تريد أن تصلها لناس التي يراجعون مثل هذه الأخبار؟ من المؤكد أن الناس الذين يقومون بمثل هذه العمل يتوخون بعد الإطارة وبعد الفضيحة والأخبار الزائفة التي ترفع من منسوب ربما المشاهدة والمتابعة في مواقعهم الإلكترونية وليس هذا اليوم هو رهاننا في حياتنا التقافية والإعلامية المغربية لدينا شعب ما زال في حاجة إلى إعلام قوي إعلام لو القدرة على التنوير كما كان يفعل المفكر عبدالله العروي في حاجة إلى إعلام يواكب ويهدب وليس الإعلام الذي يشيع الأخبار الزائفة ويشيع الأكاديب والأباطل هناك مطاق للصحافة وهناك مدونة للنشر وعلى الجميع أن يحترم أعراض الناس وأن يحترم الحق في الحياة وأن يحترم تاريخ وأمجاد هذه الأسماء لأن عبدالله العروي هو المغرب هو أحد الأعمى الأساسية التي نتباهر بها في العالم العربي ونحتزوه بإنجازتها ولا يمكننا أن نطلق هكذا إشاعة تتعلق بموته أو بموت مفكر أو فنان أو أديب أو غير ذلك مثل هذا السلوك في هذه المواقع وفي هذه الوسائل الإعلامية يجب أن تتوقف كفانا 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 قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي